السلام عليكم البنات نساء الانوار ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير تكونوا مهنين وبصحها جيدة هذاك هو الصح سمحوا لي البنات على لفو التائرة هي شوية تعبانة هنجينيكم بها هنا مع العشية احتى العشية بالجبالي احتى العشية بالجبالي غاني نسكن فيها باش نديرها في الفريجي دار شوفوا البنات احنا طوماطيش كنخبوها منحولاش هذيك البرضة التحالجية من فوق هذيك الحشيشة الخضرة هكا باش تقعد محافظة على القاوة متاحة وتشدرنا مدة طويلة كما راك وشوفوا الخضرة كاملة نشلوها ننضبوها ونديروها في هادو المنظمات هادو المنظمات راهم مسلكيننا يعني ولا غير ننضبونا الحالة تانيلو هادو شوفوا الطوماطيش نديرها مع الخيار دائما نديرها مع الخيار ونستفهم كامل داخل ها اها ما نديرعش فيه أريد نديرو بجا نديرو في اللوجيا لم يديروش في الفeredج ما منغسلو البططية ما نديرش في الفيرجيدان كان بازاف الناس منغسلل البططية ويديروها في الفريجيدان نقولهم البنات البططة ما نديرش في الفريجيدان تندير في اللوجيا يعني في مكان يكون متهوي فيه الهواء وكي راني هنا مع العشية ووراني في الليل يعني كو تناوية باش نخرج كي ما راكو تشوفو هنا البيط عف نوما نغليه انا درتو تما حتى الغد من ذاك صباح باش درتو يتغلى لنا دايما البيط عف نغليه ونديرو في بلارة ونديرو في الفرجيدر عكا باش يكون لي واجد ويكون لي سهل ما نعجزش عليه عكا باش كنجين دير شلاطة ولا تجيني سهلة الفيديو تا اليوم فيه خرجة تانية خرجت في الليل خرجت بناتي وخرجت خاطرين ما نقدمش عليكم خرجت بلا محبطنا مطنوبيل درنا برق في الجزائر العاصمة دنيا وما فيها وكي ما نقول لكم دايما كل شي تمسح سير بلاس هكا باش ما تراكمش معنا الخدمة وشوفو البيط هنا حندير طاجين زيتون طاجين زيتون هنا بزيتون شوفو ما غليتوش بدلتلو الماء برك قاعت غين بدلو في الماء كي ما را كنت شوفو هاكدا والمرقة هادي كدية را هي تتقلى درت لها البصل البنات بعجين زيتون يجي بيض ويجي حمر ويجي بالتوم ويجي بالبصل انا هنا درتو حمر ودرتو بالبصل كي ما شتوني درت لبصل وارميت درتو بالحمل بقري طوما باش تاع الباطعة ودرتلو لزي بيس كي ما كنتوا تشوفو وبعدها خليتو تقلم مليح مليح ومرقتو مرقتو وغلقت علي الكوكوتا قسمي بيب بعدها جيت الزرودية كي ما را كنت شوفو برشتها برشتها بهاد الكوبات هدية مدرجة يعني يجي الشكل تحها شباب يعني ما نفري صالة نقطعو بها الخيار والبيت على هفول لا يجي الشكل تحها شباب بتمدرنا نظرع يعني مليحها قطعت كامل الزرودية ديالي والزيتون كي ما قلتلكو مرهو في الماء اشاك فورا نيبتلو الماء ما نقول لكم زوج خطرات ما نقول لكم تلت خطرات نيبتلو حتى لتنحالوها ديك المرورية ديالو بعدها نهد الحمادة شيت والبارح صافي راهو ما طيبتوش البارح صافي طيبتو اليوم وشيت معاه شوية فيونداشي ما طيبتوش خفتو يخسر لي شفووش درتلو البنات درتلو شوية بصل ربيتو مليح سكر فشتو ودرتلو شوية لشابلغ وشوية لزي بيس وكي ما راكو تشوفو شفووش درتلو بابي في لادة درتو كويرات كي ما راكو تشوفو حليتهم درتهم على شكل ضوائر كي ما راكو تشوفو ونخبيهم نحتفض فيهم في الكونجيراتور كي نسحقهم نجبدهم شوفو البنات هاد الأشياء البسيطة علي نخدموها في الكوزينة تنقص علينا الشقة احنا نقولو حاجة والو صحية ولا غير تنقص علينا الشقة هاكي يكونو وجدين في الكونجيراتور كي نسحقهم نجبدهم تعليه له نقليهم ونديرهم حبيت نديرهم في أمبورجر لبنات هاكي يكونو وجدين معايا ومنها ما خسرتش الفيونداشي تاي باسكوش طول الفيونداشي كيفوت الحم كيفوت يترحى ما لازمش نحتفضو فيه بزي في الداخل الفيرجيدر لازم في الكونجيراتور هاكذا شوفو كيفا جدرت لهم ونحتفض بيهم ويقعدوا ما شاء الله يعني ما يخسروش معايا هاي اللي يقدرتهم هنا في الباطا باللارة ونغلق عليهم ونديرهم في الكونجيراتور هنا حاولت حاولت نقسمهم على حساب الأفرط تعلها هاكذا شوفو بعد ما غلقت على الكوكوطة ديالي هنا طاب الحم زبدة طاب ما شاء الله ذو كبش نرميز رودية ونرميز زيتون ونغلق عليهم ياربي واحد لعشر دقايق يكونوا وجدين هنا يجيت من عصر تشينا هنا في الموسم تحت تشينا يعني نستغلوها ونبروفيتيو منها كما يقولوا هنا شوفو في العصير تالبورتوقان دايما ندير هذا عضر زهرة البرتوقان ديروا قطرة لبنات ما تديروش بزيز باسكو يطيقون ناري يرقو مر كيديرو قطرة يجيب زفة واحد يلقوه ببنين شوفوا القطرة اللي درتها هادي ومنزيج أنا يا تشينا دايما كي نحصرها ندير نص نص هامة يعني نص الكمية تعتينا نص هامة هكا بش نقتلها لسيت ديالها ومنديلهاش سكر بالعربية أنا كي نشربها أنا ما نقدبش منديلهاش سكر بسح لبنات لازم نديلهم سكر باسكو ما يحبوهاش قارصة نديلها غرز جمغة رفتاع سيكو هكا بش تمدوها حلاوة بزاف يجي بزاف بنينة وهذا وعشانا كي ما راكو تشوفو شلادات عجين زيتون وبطاة مقلية محروقة تحمرت لينسيتها فوق الفورنو هدي هي ورب يدوم هاني عمى ان شاء الله اللي بنات هنا يا في الليل كامل شوفوه جديد هناكي بعد ما خرجت أنا بركز بقتعلكم هنا بعد ما خرجت وعاوت ووليت هنا كانت زوجت عصباح لي درت باندومي باندومي اللي بنات قوت باش يعدوا يفطروا به الصباح مع صباح هكذا كفوتور صابح يعني في القهوة شوفوه شادي لكم شوفوه البنات هدي وصفان نجحة مليار في المياه وبلا بيتخا وبلا ووالو تنجح لكم تقدروا في الول ديروها غير بالباتر ولا بالبغاميكسر ولا بالفوي ولا بالفرشيطة يعني نجحة وصفاتها نجحة شوفوه شدرت كاس كبير تحليب درت معها زيتلو مغرفة لحظة ودرت معها مغرفة خميرات على الخبز وزوج مغرفة في السكر هنا السكر كي ما حبيته باندومي يجي شوية حلو وخليهم يتفاعلوا مليح ياربي واحد زوش دقايق ثلاثة وبعدها نعاود نولي لح شوفوه بعد ما تفاعل ليه مليح ندلوا الحبات على البيض وندلوا شوية تعفارينا هكذا كربع كاس تعفارينا وندورهم مليح بالفوي نخبطهم مليح شوفوه البنات هدي العملية لازم تديروها من تكونوا بالفوي بيتكم لازم تديروها هكا باش نجح معاكم ويجيكم الداخل فارغ يعني يجي في القاوم ديالوش باب هكا البنات وبنسبة لحباتها على البيض حبيتوا تستغنوا عليها استغنوا عليها يعني تقدروا ما تديروه بالبيض تقدروا ما تديروش بالبيض انا حبيت ندخل على جهة البروتين قلت باش كيش شربوه صبح هاي باش ياكلوه صبح باش يكون فيه يعني فيه الفيتامينات بعدها نجو نضيفو الفارينة انا هنا الكاس على الحلب ديرو فيه ثلاثة كيسانتع فارينة كيما راكوا تشوفو ونقعدو نخبطو فيهم ملح نضربوهم ملح من بالفوي كيما قلت لكم نضربوهم ملح انا هنا ياخدت لي شوفو كاس حلب في ثلاثة كيسانتع فارينة يعني الفارينة نقدرو نزيدو ونقدرو ننقصو على حساب الماركات الفارينة هكا البنات انا هنا نستعمل فارينة واسمها سفينة ايه سفينة ونقعدو نخلطو فيها ملح ملح شوفو هنا الفارينة راه يستطاير وشو نقولكم خبطتها يا ربي واحد الخمسة دقائق هكذاك في الرقم واحد يعني في سرعة رقم واحد خبطها ملح خمس دقائق بعدها كي نضيف لها الماركارين ضفت لها واحد مغرف ونصف ماركارين نعاود نسرع لها السرعة نزيد في السرعة هاي اللي كشوفو شحال درت الماركارين درت لها مغرف ونصف ماركارين بعد ما خبطتها خمس دقائق يجي يشوفو واحد الخبز يجي ما شاء الله والله هي اخياتي غير متقير متع الزنقا غير متع الحوانت هكا بيخدمتها بيدك تعرفي وش كاين فيه ويكون ممتونقي وصحي على بركوش كاين فيه شوفو هنا زرعت لها السرعة درتها في رقم اثنين هاي الليك ندر ينضربها وحد ربعة دقائق خمس دقائق ونحبس بعدها نحيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها كي ما راكوا تشوفو هنا نحيها نخبطها شوية نخبطها شوية فوق نخبطها شوية فوق نخبطها شوفو هنا هنا الفيديو توعي كامل ما نقصش منهم سحوش نجريهم هكا بش ما يجوش بزاف وما يجوش سامطين تاني هكذا ما نقصش منهم على جل الوصفات بش شوفو يعني الوصفة منين بالإطاعة حتى يتخلص هكا بش ما يكونش عندكم تساؤلات كثيرة شوفوش حل نخبطها هذا ما كان نخبطها غير هكا برك يارب يوحزوش تقايق ثلاثة شوفو اللابات تعنات جي لكون اغطحها بزاف شابة يعني رطبة هكذا وكن نخلوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها بعد ما نحطها نخليها تخمر نعاود نولي شوفو البنات دايما نقول لكم الخدمة سير بلاسين وتصراكم علينا شتوين ضرشتلي فارينا نعاود نمسحها في دقيقتها نمسحها نقيد نيتي نمسح كامل البوتاجي ديالي قصدت الماء اللي كان وفوق البوتاجي هاي ديك ساعة نعاود نوليليها ستها خمرت ما شاء الله طلعت ما شاء الله شوفو كيفاش طلعت وجات منفخة بالبنابل ما شاء الله عليها دو كانجو نحللوها شوفو كيفاش نحلوها نحاول ونحلوها على شكل كاري يعني مربع ولا مستاطيل هاكدا باش جينا سهلة ويجينا الخبسة أنا خفيف لداخل أنا حليت دمانت قدرت حلوها غير بيديكم أنا هنا استعملت الحلال هاي ديك مسح الحلال بركة بالفارينا باش ما يستقليس بس كولا بس كولا العجينة راي شوية تتلاسق ما راي طريا بزاف شوفوون باب اللي رام في الطرف يعني تعجنت ما شاء الله لغير هدك البيتخارة ورحمنا يعني هدو بيتخارة هم الأساسيات هو والأسبيغاتر يعني اللي عندها تقدر اللي تقدر تشريه ما تشحش على روحها غير تشريه نقص عليها شقا في الخدمة تعال الدار سوى بيتخارة ولا لأسبيغاتر راهم من الأساسيات ما راهمش يعني حويجنا لنا قدروا نستغنعوا عليهم شوفو أنا درتها فيها البلا تعل الكيك شوفو وداي من اللي بنت نديرو الخياطات على العجينة من تحتها هكا باش ما تترتقناش لأجيدة دعنا دوكا نسقموها كامل ونحطوها في بلاسة سخونة اللي تتخمر فيها يعني الخميرة على حسب الحراراتها الدار كل وحدة والوقس ديالها شحال تستغرق وهنا نغطوها بحاجة عالية باش ما تتتسقناش كي تخمر ما تتتسقناش فيها وكي نجو حنحوها تاني نحبطوها الخميرة شوفو بعد ما تخمرت وضعف الحجم ديالها نجيبو شوية حليب كيما راكو تشوفو بالبنسو أبين ننقصوها من الفوق غيب شوية برك هكا باش ما نحبطوه لهاش الخميرات حاو ما تنقضناش الخميرة و أبين برك غيب العقل برك من الفوق هكا نمسحوها غير بالعقل حتى ننواسيوها كامل بعدها ندخلوها للفور على 180 درجة كان مسخن من قبل أنا كي بديت الخدمة بديت مسخن فيه شوفو بعد ما طابت وكي طيب نخلوها شوفوا الابنات هنا هة قدمثوها هنا غض من ذا خليتها هكذا تضميتها في الطرشون و حطيتها بها بالمول حطيتها في بلاصة بردة ما درتاش في الفرجيدار وحدة درتها أنا درت هنا ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة cualesو ثلاثة مرسو وث SUV الخبز درت وحدة درتها في الفرجيدار وحدة درتها ببرى الفرجيدار شوفو كيفش تقطعت ما شاء الله شوفو هنا غض من ذاك Ele Babylon شوفوها هتكون بردة لبنات ما تقطعوها شو هي سخونة بسكوها يستعجلكم شوفوا لبنات الشكل ديالو كيفاش جا قاومتا عوجي ما شاء الله فارغ من الداخل منطقة بخفيف واش نقول لكم هكا تخدموها فطر وتفرحوا بها ولادكم وتلقصوا المصروف ما يتبع يعني يسقى مناش كما يتبع في الزنقة شوفوا لبنات هادي الدوزية مني خدمتها هادي ترتقت لي علاجة الخياطاتها علاجين ما درتها شمل فوقها ما درتها شمل تحتها درتها يعني بالجنب شوفوا لبنات هذه الدوزية مني خدمتها هادي ترتقت لي عل نوفوا وشوفو بعد كي يخمر يجي الشكل تحامل يا شباب هادي بيتها في الفرجية هايلك شوفوا شوفوا القاومتا حاكي فاشي جي يجيي ما شاء الله هادي درتها بالبيض لبنات الامانعة درتها بحباتهاع البيض وهديك الطرفة نيالة من هيك مدرتهاش بالبيض درتها بالحبات على البيض يعني نحيط الحبات عالبيض منها من الوصفة هايلك شوفوش حاجي جيجي ما شاء الله يعني ننصحكم باش تجربوه وناجح من اول مرة يعني تبقى وبرك الخطوات اللي درتها كما قلت لكم بالبيت خونة بالفوي ناجح ناجح هكذا يا البنات ان شاء الله تجربوا وترجعوا لي في التعليقات تقولوا لي خدماتوا اللي ينجح لها شوفوا القاوم دياله وكيفاش يجي انتقب من الداخل يجي ما شاء الله هكذا ويجي مالح ويجي حلو اللي حباته حلو زي تكتر له سكر ولي حباته مالح دير كما درت أنا ما يجي مالح ما يجي حلو هنا نورى لكم الطريقة نستحفضوا بها نخبوها نخبوه فيها يعني وكيفاش يشدنا القاوم دياله يقعد الطريقة لم تحبوا تكريي يهوه يعني اللي عندها باش تكري فيه ولا في بالباني ينجح تقدروا تاني من تكريي يهوه نستقبلوا لم في المقلاء يعني لم في المقلاء نقدروا استعمالوا المقلاء في التحمار دياله نحمره شوفوا أنا خبيته هكذا كيما راكوا شوفوا كتكون عندي كمية كبيرة نديرو في هاد الباطة هادي هكا ولا في بقت مونجي بصح لازم تستعملوه في هاد الوسمو في المونتار لازم تستعملوه باسكو باش يشدلكم طراوة ديالو هاكدا البنات انا استعملت هاكدا خبيته كيما راكو تشوفو به ولا كتكون عندكم مرسو واحد تقدرو تدوروه كيما هاكدا تقدرو تدوروه في البابي يفيل تاني هاكدا وتستحفظو به يقعد لكم شد استحفظو بحت سمانة اسبوع عشر ايام يعني انا في الحقيقة ما نحبش الحاجة اللي تشد لي فوق اسمانة ما استغناء لها يعني ما نحبهاش نحب اسبوع بزا فالي يعني بلافون طاعي اسبوع ما نحبش نستحفظ بالحاجة اكثر من اسبوع كيما راكو تشوفو هاكدا وخبيته يقعد طري ما شاء الله ودوكا خرجت بناتي وخرجت قاتلكم بعدها خاطرنا خرجنا احنا درنا شوية في الزاير حبطنا للمعقام وروحنا لارديس يعني صورت لكم باركو ما صورت لكم مش كلش بالتفصيل بصورت لكم الخرجة دينا كيفاش خرجنا وكيفاش ولينا هذه هي البنات ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تا اليوم وان شاء الله يكون نمدلكم استفادة راكو تستفيدوا من الفيديو دي ولي وكلش في الكومنتار البنات كاش محبيت وكاش حاجة ولا كاش فصفا ولا كاش حاجة قولوا لي في الكومنتار ما كاش مشكل نديرها الخياتي يعني على العين والرأس هذه هي خياتي نقول لكم فرجة ممتعة الفيديو الجاي ان شاء الله نبقيكم بسلامة سلام وما تنسونيش خياتي في الجامعة والاشتراك بي 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 الناس اشتركوا في القناة وما تنسونيش خياتي في الجامعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة